بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة امل في هذه الحصة ان شاء الله لدينا اجند معارف رقم ثلاثة ارياضيات من حولي وسنقوم في هذه الحصة بحل التمرين الاول الثاني والثالث والرابع ايضا اذا اردتم المزيد من التمرين للمراشعة الاسبوعية للتحضير للاختبارات انصحكم بالاستعانة بكتب سلسلة مستقبلي كتب خارجية غنية عن التعريف تجدونها متوفرة في المكتبات اذا اردتم شراء السلسلة انصح بها اما اذا اردتم شراء السلسلة عن طريق عملية التوصيل السريع ساترك لكم الرابط في صندوق الوصف ورقم الهاتف للاستفسار اكثر عن كتب سلسلة مستقبلي اذا الان نبدأ بحل التمرين الاول تابعوا معي ابطال يبين الجدول وعدد السكان في بعض دوائر ولاية الجسائر اذا لدينا الجدول لدينا الدائرة عدد السكان مثلا هنا دائرة حسين داي عدد السكان بابلواد بيرتوتا هنا لدينا عدد السكان ثلاثة وخمسون الف واربعمائة واثنان وعشرون مطلوب مننا يا ابطال ارتب هذه الدوائر تصاعديا تصاعديا من الاسخر الى الاكبر من حيث عدد السكان من حيث عدد السكان هنا ننظر الى الاعداد يا افطال ونبحث عن العدد الاصغر اولا نلاحظ ان العدد الاول وهو عدد سكان دائرة حسين داي مكون من كم من رقم لدينا وحدات عشرات مئات وحدات الالاف عشرات الالاف لدينا مئات الالاف مكون من ست ارقام لدينا العدد الثاني ايضا لدينا العدد الثالث وحدات عشرات مئات وحدات الالاف عشرات الالاف هنا لدينا مكون من خمسة ارقام فقط اذا يصبح هذا هو العدد الاصغر ثم لدينا نبحث عن العدد الأصغر الثاني أين هو بما أن الأعداد التي بقيت أيضا جميع الأعداد مكونة من ستة أرقام ماذا سنفعل نبحث عن الرقم الأصغر في رقم مئات الآلاف هنا لدينا ثلاثة هنا ثلاثة وهنا واحد وهنا إثنان الرقم الأصغر وهو واحد إذن لدينا هنا الترتيب رقم إثنان ثم بعد واحد لدينا إثنان إذن رقم ثلاثة بعد ذلك لدينا ثلاثة ثلاثة رقم مئات الآلاف ثلاثة ثلاثة نشوفوا رقم عشرات الآلاف عشرات الآلاف نعم لدينا عشرات الآلاف هنا ثلاثة وهنا خمسة ثلاثة أصغر من خمسة إذن هذا هو العدد الأصغر نضع أربعة ثم لدينا خمسة إذن هكذا يكون ترتيب الأعداد تصاعديا نقوم الآن بكتابة الإجابة ثم نمر للتمرين الثاني ولدينا الآن التمرين الثاني أكتب الأعداد ألف أكبر عدد مكون من ستة أرقام مختلفة هنا من ستة أرقام أولا يعني في العدد نجد وحدات عشرات مئات وحدات الآلاف عشرات الآلاف مئات الآلاف قال لنا مختلفة ما معنى هذا يا أبطال لدينا هنا مثلا نقوم بكتابة تسعة هل أقوم أيضا بكتابة تسعة 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 لا خطأ مختلفة عندما أقوم بكتابة رقم تسعة هنا لا أقوم بكتابته هنا وفي الخانة الثالثة أيضا لا لا نقوم بتكرار الأرقام أو الرقم إذن هنا لكتابة العدد نبدأ من اليسار إلى اليمين نبدأ بمرتبة مئات الآلاف ونبحث عن أكبر رقم قال لنا أكبر عدد إذن نبحث عن أكبر رقم لدينا الأرقام سفر واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة خمسة عفوا خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ما هو أكبر رقم وهو تسعة إذن أقوم بكتابته قمنا بكتابة تسعة نحذف هكذا ثم عشرات الآلاف بقيت الأرقام هكذا ما هو أكبر رقم وهو ثمانية نقوم بكتابة ثمانية وأحذف هكذا رقم وحدات الآلاف بقيت الأرقام سفر واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ما هو أكبر رقم وهو سبعة أقوم بكتابة سبعة بعد ست سبعة ماذا لدينا لدينا ستة ثم خمسة ثم أربعة إذن لدينا ستة خمسة أربعة إذن أكبر رقم ما هو يا أبطال وهو تسعة تسعمائة وسبعة وثمانون ألف وستمائة واربعة وخمسون ولدينا الآن با أصغر عدد مكون من خمسة أرقام مختلفة مختلفة فهمناها خلاص يا أبطال من خمسة أرقام يعني لدينا وحدات عشرات مئات وحدات الآلاف عشرات الآلاف فقط رقم الوحدات رقم العشرات رقم المئات رقم وحدات الآلاف رقم عشرات الآلاف خمسة أرقام أصغر عدد لكتابة العدد نبدأ ونقوم بكتابته رقم عشرات الآلاف نقوم بكتابة الأرقام يا أبطال لدينا الأرقام سفر واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة لاحظوا معي أصغر رقم وهو السفر هل أقوم بكتابة السفر هنا؟ لا لماذا؟ إذن لاحظوا معي عندما نقوم بكتابة سفر هل يتغير العدد؟ لا لا يتغير يبقى كما هو تسعمائة وسبعة وثمانون ألف وستمائة وأربعة وخمسون لا يتغير إذن هنا فيما يخص رقم عشرات الآلاف لا نبحث لا ننظر إلى السفر إذن نبحث عن أصغر رقم وهو واحد نقوم بكتابة واحد هكذا نحذف واحد ثم الآن نبحث عن أصغر رقم لدينا الأرقام أصغر رقم وهو السفر هنا ثم بعد السفر لدينا قمنا بكتابة سفر أصغر رقم وهو اثنان نقوم بحذف اثنان أصغر رقم من بين هذه الأرقام وهو ثلاثة هكذا ثم أصغر رقم وهو أربعة إذن لدينا أصغر عدد مكون من خمسة أرقام وهو عشرة آلاف ومئتان واربعة وثلاثون العدد الأصغر ولدينا العدد الأكبر لدينا الآن مطلوب منه أكبر عدد مكون من خمسة أرقام مختلفة وليس بينها الرقم تسعة أكبر عدد يا أبطال من خمسة أرقام يعني لدينا وحدات عشرات مئات وحدات الألاف عشرات الألاف فقط وليس بينها الرقم التسعة يعني نقوم بكتابة الأرقام لدينا سفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة قمنا بكتابة الأرقام الآن قال لنا أكبر عدد نبدأ برقم عشرات الألاف ما هو أكبر رقم الآن ليس بينها الرقم التسعة أكبر رقم وهو ثمانية جيد بعد ثمانية ما هو أكبر رقم وهو سبعة جيد بعد سبعة ما هو أكبر رقم وهو ستة أحسنتم ثم خمسة بارك الله فيكم ثم أربعة إذن لدينا أكبر عدد مكون من خمسة أرقام وهو سبعة وثمانون ألف وستمائة وأربعة وخمسون هل لدينا هنا رقم تسعة مكتوب؟ لا بعد ذلك لدينا عدد مكون من ستة أرقام رقم عشرات آلافه سبعة ورقم مئات آلافه أصغر من سبعة إذن لدينا عدد مكون من ستة أرقام وحدات عشرات مئات وحدات الآلاف عشرات الآلاف مئات الآلاف رقم عشرات آلافه سبعة لدينا عشرات الآلاف سبعة ورقم مئات آلافه رقم مئات الآلاف أصغر من سبعة أصغر من سبعة لدينا الأرقام مثلا نختار أربعة خمسة أو ستة أو ثلاثة أو اثنان أو واحد نختار مثلا ثلاثة ثم وحدات الألاف مئات عشرات وحدات لم يحدد هنا لنا الأرقام التي سنقوم بكتابتها نختار رقم وفقط مثلا لدينا وحدات الألاف نختار واحد رقم المئات نختار اثنان عشرات خمسة وحدات مثلا ثمانية إذن لدينا العدد ثلاثمائة وواحد وسبعون ألف ومئتان وثمانية وخمسون يختار التلميذ بإمكان التلميذ اختيار عدد آخر مثلا لدينا هكذا العدد أربعمائة واثنان وسبعون ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثون أيضا الصحيح ولدينا الآن التمرين الثالث يبعد مسكن نبيل عن مدرسته بتسعمائة وثمانين متر وهو يعود إلى البيت في منتصف النهار لتناول وجبة الغداء ويعود إلى المدرسة لدينا ألف ما هي المسافة التي يقطعها في اليوم الواحد ماذا سنفعل يا أبطال؟ نقوم بتمثيل المعطيات أولا لدينا البيت لدينا المدرسة هنا نبيل يذهب من البيت إلى المدرسة يقطع مسافة تسعمائة وثمانون متر في الفترة الصباحية ثم يعود هكذا في منتصف النهار إذن لدينا أيضا تسعمائة وثمانون ثم في الفترة المسائية من البيت يذهب إلى المدرسة هكذا ثم من المدرسة يعود إلى البيت لدينا تسعمائة وثمانون يقطع تسعمائة وثمانون من البيت إلى المدرسة في الفترة المسائية يقطع تسعمائة وثمانون أيضا عند العودة يقطع 908 مطلوب مني ما هي المسافة التي يقطعها نبيل ماذا سنفعل يا أبطال نضع 980 في 4 إذن نضع العملية هكذا عموديا 980 في 4 نجد 3920 وهي المسافة التي يقطعها نبيل في اليوم الواحد لدينا الآن باء إذا كان يذهب إلى المدرسة أيام الأحد والاثنين والأربعة والخميس صباحا ومساءا يعني في كل يوم يا أبطال يقطع مسافة كم؟ 3920 متر ويوم الثلاثة صباحا فقط ما هي المسافة التي يقطعها خلال أسبوع؟ إذن ماذا سنفعل؟ لدينا يوم الأحد لدينا ذهاب إياب في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية وجدنا 3920 متر يوم الاثنين أيضا يوم الأربعة أيضا يوم الخميس أيضا لكن لدينا يوم الثلاثة لدينا الفترة الصباحية فقط يعني من البيت إلى المدرسة 980 ثم من المدرسة يعود إلى البيت 980 نجد أولا يوم الثلاثة ما هي المسافة التي يقطعها؟ يعني نضع 980 المسافة من البيت إلى المدرسة في 2 نجد المسافة أولا 900 وإذا 80 في 2 كم؟ لدينا 2 في 0 2 في 8 16 2 في 9 18 زائد 1 19 إذن لدينا يوم الثلاثة كم يا أبطال؟ لدينا ألف وتسعمائة وستون متر إذن مطلوب مني ما هي المسافة التي يقطعها خلال أسبوع؟ يعني الأحد الأربعاء الخامس الثلاثة ماذا سنفعل؟ لدينا يوم الثلاثة آلاف وتسعمائة وعشرون يوم الأربعاء أيضا الخامس أيضا لكن الثلاثة هنا يختلف ألف وتسعمائة وستون إذن لدينا الطريقة الأولى إما أن أقوم بجمع الأعداد مباشرة هكذا نضع عملية جمع هكذا أو الطريقة الثانية نضرب أولا ثلاثة آلاف وتسعمائة وعشرون هكذا في أربعة ثم نضيف لها ألف وتسعمائة وستون إذن الآن سأقوم بإنجاز العمليات ثم نكمل مع التمرين الرابع إذن وجدنا أولا المسافة التي يقطعها نبيل يوم الثلاثة هنا الفترة الصباحية فقط بعد ذلك ماذا سنفعل؟ لدينا المسافة التي يقطعها نبيل في اليوم الواحد هنا نبحث أولا عن المسافة التي يقطعها نبيل يوم الأحد الاثنين الأربعاء الخميس يعني لدينا الفترة الصباحية والمسائية نضرب في أربعة نجد المسافة وهي خمسة عشر ألف وستمائة وثمانون متر نضيف لها المسافة التي يقطعها نبيل يوم الثلاثة نجد المسافة التي يقطعها نبيل خلال أسبوع وهي سبعة عشر ألف وستمائة واربعون متر إذن هذا فيما يخص حل التمرين الثالث لدينا الآن التمرين الرابع لرأي الأشجار والنباتات في حديقة المدرسة صمم أحد المعلمين منظومة أنابيب متصلة ببعضها انظر الصورة المقابلة إذن لدينا الأنابيب هكذا مطلوب مني ألف أعين الأنابيب المتوازية نبحث عن الأنابيب المتوازية إذن لدينا الأنبوب الأول يوازي الأنبوب الثاني لدينا الأنبوب الثالث يوازي الأنبوب الرابع لدينا أيضا هذا الأنبوب يوازي هذا الأنبوب هذا الأنبوب يوازي هذا جيد يبحث التلميذ هكذا ثم لدينا مجموعة من الأنابيب المتوازية لدينا الآن با عين الأنابيب المتعامدة يعني تشكل زاوية قائمة مثلا لدينا هذا الأنبوب يعامد هذا وهذا الأنبوب يعامد هذا الأنبوب أيضا لدينا هذا الأنبوب يعامد هذا لاحظوا معي لدينا هنا أيضا تعامد وهنا أيضا لدينا تعامد لدينا أيضا هكذا تعامد يشكل زاوية قائمة تعامد تعامد أيضا هنا لدينا أيضا لاحظوا معي لدينا أيضا هنا لدينا زاوية قائمة يبحث التلميذ هكذا عن الأنبيب المتوازية والأنبيب المتعامدة إذن هذا فيما يخص حصة اليوم دمتم سالمين وفي رعاية الله وحظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته